فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله إليكم قال رحمه الله وقعوا في غاية الظلام إما بأن فعله ما زال لازما له وإما بأن الفاعل اثنان وإما بأنه يفعل البعض والخلق يفعلون البعض كما هي مذائه بالمجوس والقدرية وإما بأن فعله بأن ما فعله لم يأمر بخلافه وما أمر به لم يقدر خلافه وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره هذا الأخير هو مذهب الجبرية الذين يقولون ما قدره لا يأمر بخلافه ينكرون الشرع يثبتون القدر وينكرون الشرع والمعتزلة على العكس أثبتوا الشرع وأنكروا القدر نعم قال السنة والجماعة جمعوا بينها فأثبتوا القدر وأثبتوا الشرع نعم قال حتى قر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر وأقر فريق بالأمر وكذبوا القدر كما ذكرنا حين اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال وكل منهما مبطلون بالتكذيب بما صدق به الآخر لما زعموا أن هناك تعارض بين الشرع والقدر بعضهم أثبت القدر ونفى الشرع وبعضهم على العكس أثبت الشرع ونفى القدر دفعا للتعارض بزعمهم والواقع أنهما لا يتعارضا وأن كلهما حق ترجمة نانسي قنقر